قال يا رسول الله استغفر لي قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة والله الذي لا إله إلاه إن الناصح لا يتألم أشد الألم للشباب الذين دخلوا في فكر الخوارج الذين دخلوا في فكر الخوارج أخبة الأفكار كيف يقتلون حتى واحدا منهم قتل أمة أمة المصلية الصائمة قتل أمة المسلمون في صيام ثم عند إلى جوار المسجد النبو يأتي ويفجر في مصلين صائمين وأعمال من هذا القبيل كيف يصنع هؤلاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة والله من كان له حظ من الإسلام ولو نزرا قليلا ولو قدرا يسيرا فإن دمه محرم ومعصوم جاءت الشريعة بتحريمه بل حتى لو لم يكن له في الإسلام إلا قول أسلمت أو لا إله إلا الله فإن له حرمة في دمه وإن كان صنع قبل ذلك ما صنعه ترجمة نانسي قنقر